اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في الليالي التالية ان شاء الله سنفعل هذا إكراما لإخواننا وتحقيقا لرغبتهم رغبتهم اشتركوا في القناة 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 شروط الصلاة تسعة الإسلام والأقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة والسطر العورى ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية نعم قال الشيخ شروط الصلاة شروط تقدم بيان معناها والمقصود بالشروط هنا شروط الصحة فهنا كلمة مقدرة وهي صحة فيكون الكلام شروط صحة الصلاة لأن الشروط قد تكون شروط الوجوب وقد تكون شروط الصحة وهذه التسعة هي شروط الصحة التي إذا وجدت صحة الصلاة وإذا عدمت أو عدم واحد منها بطلت الصلاة ولم تصح والصلاة في اللغة الدعاء وأما الصلاة شرعا فهي عبادة ذات أقوال وأعمال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم إذا قلنا عبادة فمعنى أنه يتقرب بها إلى الله لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فإذا قلنا عبادة كأننا قلنا التقرب إلى الله عبادة ذات أقوال وأفعال ففيها أقوال وفيها أفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم فهذا يا إخوة يشمل الصلوات سواء ما كانت الصلوات المفروبة أو صلاة الجنازة أو صلاة العيد كلها ينطبق عليها هذا المعنى سواء ما كانت الصلوات المفروبة the conditions for the correctness of the prayer this is because شروط of two types there's شروط الوجوب which are conditions for the obligation of something and likewise شروط الصحة and these are the conditions for the correctness of something so these nine conditions that we are going to talk about now they are from شروط صحة الصلاة if they are present then the صلاة the prayer is correct and sound however if even one of them is not present then the صلاة is null and void then the shaykh went on to the second word which is الصلاة the prayer the shaykh said linguistically الصلاة means الدعاء and legislatively in شرعن it means صلاة is an act of worship which consists of statements and actions starting with التكبير and ending with التسليم and then the shaykh said when we say the word ibadah worship then worship is everything which we draw closer to Allah by it by this ibadah by this act we draw closer to Allah we seek ninus to Allah subhanahu wa ta'ala then the shaykh mentioned the well-known definition of worship by ibn Taymi rahimahullah that it's a ibadah is a comprehensive word which covers everything that Allah loves and is pleased with from statements and actions both those which are apparent and hidden so this is the salah it's an ibadah you seek it close to Allah subhanahu wa ta'ala and it consists of statements and it consists of actions and it starts with the takbir and it ends with the tasleem and this consists of all the salawats all the prayers whether they're obligatory or janaza or even eid and this shaykh said shrooot salat 9 and this has been based on istikra on istikra the adle from the kitab and sunna and shaykh and shaykh and shaykh we'll talk about all shaykh So these have all been deducted or deduced from the text of the Quran and the Sunnah. وقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم هذا الشرط الأول وهو الإسلام. قال الشيخ الإسلام وضده الكفر معنى ذلك أن الكافر لا تصح منه الصلاة وإنما تصح الصلاة من مسلم. ولا شك أن كل عبادة شرط صحتها التوحيد فلا تصح إلا من موحد. والموحد هو من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الشرط أيها الإخوة شرط صحة كما أنه شرط وجوب. فإن الصلاة لا تجب على الكافر وإنما يجب عليه أن يسلم ويصلي. وهذا معنى قول العلماء إنه مخاطب بفروع الشريعة. يعني أنها تطلب منه بشرط أن يصلي. لكنها لا تجب عليه أداءً وهو كافر. ولذلك يا إخوة الكافر لو بقي ستين سنة على كفره ولا يصلي ولا يصوم ولا يزكي. إذا أسلم لا يطالب بالصلاة السابقة ولا بالزكاة ولا فهي لا تجب عليه أداءً. وإنما يجب عليه أن يسلم ويصلي. أن يسلم ويزكي. وهذا معنى قول العلم هي واجبة عليه بشرطها. ما هو شرطها؟ الإسلام. فهو مخاطب بالفروع ولا شك أنه يوم القيامة يعذب بكفره وبتركه لهذه الفروع. ومنها الصلاة. لكنها لا تجب عليها أداءً. لو جاء أنا كافر قال أريد أن أصلي. نقول له تفضل؟ نقول أسلم لكي يصلي لكي يصح وضوءه أصلا قبل الصلاة ثم تصح صلاته قال الشرط الأول الإسلام وضده الكفر والكافر عمله مردود. مهما عمل من عمل والدليل. وانتبهوا لهذه الآية. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. هذا دليل خاص على المسألة التي معنا. وهي أن الصلاة لا تصح من الكافر. لأن الله عز وجل قال ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. وعمارة المساجد الأصل فيها الصلاة. العمارة المعنوية. العمارة المعنوية. هذا الأصل فيها. ما كان لهم أن يعمروا مساجد الله بالصلاة. ما كان لهم أن يصلوا حال كفرهم. فهذا دليل على أن الصلاة من الكافر لا تصح. هذا دليل خاص. ثم أيضا في الآية دليل عام. وهو قول الله عز وجل. أولئك حبطت أعمالهم. فكل أعمال الكفار حابطة. ومنها الصلاة لو صلوا. فإنها حابطة غير مقبولة. فهذا يدل على عدم صحة الصلاة منهم. سترجم وأذكر الأآية الثانية. حتى لا نطيل عليك. ومنها الصلاة من الكفار. and kafir disbeliever the salah is not accepted from him the salah is not accepted from him the salah is only accepted from a Muslim and the shaykh said that there is no doubt that every ibadah every worship condition of its correctness and acceptability or acceptance is a tawheed and salah is not accepted except from him the person who says the shahadatain ashadu an la ilaha illallah ashadu anna muhammad rasulullah so the shaykh hafidahullah he said just as tawheed and the shahadatain are a condition for the correctness of an action likewise it is a condition tawheed is a condition for the obligation of an action so the salah is not obligatory upon a disbeliever but rather what is obligatory upon him is to become a Muslim accept Islam and then pray and this is why the scholars say that the disbelievers they are addressed with the furu' with the with the branches rather than there is aqeedah and there is branches of the religion they are addressed with the branches of the deen so the shaykh said therefore it is not obligatory upon a disbeliever to pray in the condition that he currently is in so for example if a person reaches 60 years of age is a disbeliever is never prayed never given a zakah then he accepts Islam then he is not to be requested to make up for any of the obligatory actions that he has missed in the state of disbelief so what's obligatory upon him is to accept Islam and then pray and these actions or for example salah is obligatory upon him with its condition and the condition of the salah is one of the conditions of the salah is tawheed that he should accept Islam and then pray and the shaykh said in Yawm Al-Qiyam on the day of judgment the kuffar the disbelievers will be punished for leaving of the furu' the branches of the deen and from them is the prayer so the shaykh again mentioned that the kafir if for example if a kafir comes here now and he says I want to pray we don't say pray but rather we say to him accept Islam so that in the first place your wudu after you accept Islam is correct and thereafter your prayer the shaykh Muhammad Abdul Wahhab said that his actions the kafir are never accepted from him and all his actions are null and void and then the shaykh mentioned the ayah where in surah Tawbah Allah subhanahu wa ta'ala says it is not for the mushriks to maintain the mosques of Allah while they witness against their own selves of disbelief the works of such are in vain and in hell will they abide forever so the shaykh said in this ayah alone there is a specific evidence for what we are talking about and a general evidence for what we are talking about as for the specific evidence then how do you maintain a mosque the the main way or the fundamental way to maintain a masjid a mosque is by establishing the prayer there so here Allah subhanahu wa ta'ala says it's not for them in this state of shirk to maintain the mosques of Allah in the state of disbelief by praying there so this shows that the prayer is not accepted from them and the general evidence is the end of the ayah where Allah subhanahu wa ta'ala says the works of such are in vain and in hell will they abide forever all of the actions all of the works are in vain so this shows that all of the actions are null and void and from that is the prayer هذا كأنه في سياق الشرط من عمل فيشمل كل عمل فجعلناه هباءً الهباء يا إخوة هو الرمات الرمات فجعلناه هباءً منثورا في الهواء الهباء المنثور الذي في الهواء من الذي يستطيع أن يمسكه فهو لا وزن له ولا قيمة فدل ذلك على أن الكافر لو صلى لو صلى الكافر لما كان لصلاته اعتبار ولا وزن ولو كانت صحيحة لكان لها وزن إذن الصلاة من الكافر لا تصح نعم دل الكافر لو صلى لا وزن لها ولا قيمة نعم لا وزن لصلاته ولا قيمة and they will have no weight on the day of judgment and had they been correct his actions and accepted then they would indeed have weight so Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran and we shall turn to whatever deeds they did they mean the disbelievers and make such deeds as scattered floating particles of dust so the shaykh here wants to mention benefit and that is from the language from the aspect of language and that is من عمل here the shaykh says here عمل the word عمل is nakira is indefinite and before indefinite we have the word من and the shaykh said if it's a negative sentence if it's a negative sentence and you have indefinite word and before you have the word من then this means that this is an absolute generality it means this covers everything every action here is covered and from amongst that is the prayer and then the shaykh went on to explain the word haba and manthura and he said haba is dust manthura scattered in the air and the shaykh said who is able to get hold this or grab hold of it so this shows that it has no value he has no weight so and if the kafir was to pray then his prayer will have no weight and he will have no value and this is the prayer and he has no value it has no value he has no value that we must be and that we must be and that we must be and that we must be in the air turd ثم في الصلاة والعياذ بالله كفر يعني إنسان كبر وهو مسلم ثم وهو في الصلاة يعني اعتقد أن الله غير موجود والعياذ بالله فكفر وهو يصلي بطلت صلاته فلابد أن يكون هذا الشرط موجودا من بداية الصلاة من أول الصلاة وأن يستمر فيها في أثنائها إذن هو شرط لصحتها ابتداءا ولصحتها انتهاءا فلابد أن يكون مسلما في صلاته كلها من أولها إلى آخرها ثم الشيخ حفيده الله فهو لي أن يكون ذلك وليان هذه الصلاة ولم تهدي لساحة وإمنتهى قدتها بحاجة لأول اخوص وليان إلى ذلك و فلط لحظر جزيلا أن تكون الوصيح في الوصيح لحظر الأولى من الأول إلى الوقت الوصيح ثم قلتها إلى الوصيح إلى الوصيح أو لأول المؤشر إذا قدها أولو إذا ما في الوصيح في الى دنة المؤشر then the prayer will not be accepted from him likewise if at the start of the prayer the person is a Muslim then during the Salah he disbelieves for example by believing that Allah subhanahu wa ta'ala doesn't exist and Allah's refuge is sought then his prayer will be null and void so the Sheikh said that these conditions have to be present right from the beginning of the prayer and continue all the way to the end of the prayer Qala Sheikh Rahimahullah Al-Shartu Thani Al-Aqlu wa Didduhu Al-Junun Wal-Majnunu Marfu'un Anhu Al-Qalamu Hatta Yafiq Wal-Daleel Al-Hadith Rufi Al-Qalamu An-Thalatha Al-Nala Al-Nakimu Hatta Yastaiqad An-Nuun Hatta Yafiqad Wal-Majnunu Hatta Yafiqad Wal-Sagiru Hatta Yabluka نعم يقول الشيخ الشرط الثاني العقل والعقل معروف ولا يحتاج إلى تعريف ولما حاول المناطق هان يعرفوه أبهموه لأنه شيء معروف العقل وضده الجنون الحقيقة يا إخوة يقابل العقل ثلاثة أمور هنا الجنون والسكر والإغماء فيخرج بالعقل ثلاثة أمور الجنون والسكر والإغماء والشيخ تكلم هنا عن الجنون ونحن سنتكلم عن الباقية لأهميتها قال وضده الجنون والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفط المجنون مرفوع عنه قلم التكليف أصلا فهو غير مكلف أصلا حتى يفيق والحديث ذكره الشيخ رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ طبعا النائم يا إخوة يختلف عن المجنون والصغير لأن النائم مكلف لكنه معذور بنومه النائم مكلف الإنسان هو نائم وصله واجب عليه وذلك يجب عليه أن يستيقظ ليصلي لكن لو غلبه النوم من غير تفريط منه فهو معذور لا يؤاخذه الله عز وجل فإذا استيقظ وجب عليه أن يصلي أما المجنون والصغير فقال أما المؤاخذ عنهما مرفوع بالكلية لكن الفرق بين المجنون والصغير أن المجنون لو صلى ما صحت صلاته أما الصغير فالصغير سيأتينا إن شاء الله أنه إن كان مميزا إذا صلى صحت صلاته غير أنها لا تجيب عليه إذن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين ثلاثة في رفع القلم ولكل واحد معنا يخصه والذي عندنا هنا هو المجنون ما دام أن المجنون مرفوع عنه القلم إذن لا يطالب بالصلاة ولو صلى ما صحت منه والسبب ظاهر جدا لأن المجنون لا عقل عنده والصلاة لا بد فيها من عقل لا بد فيها من نية لا بد فيها من إدراك العمل وهذا لا يقع من المجنون ثلاثة في رفع القلم حفظ الله ونعى إلى المجنون and the second condition is which is sanity and its opposite is insanity as for the insane person the pen that records his deeds is lifted from him until he regains sanity and the proof for this is the hadith of the Prophet the pen is lifted from three people a person sleeping until he wakes up an insane person until he regains sanity and a child until he reaches the age of puberty so the sheikh went on to explain this condition and he said as for akal intellect and this is something which is well known and it doesn't require a definition however when the philosophers and the people of intellect so called they tried to define intellect they made it even more obscure and the sheikh said when here we are talking about the akal we are talking about three things they are talking about al-junoon which is insanity sukr which is intoxicant so in a state of intoxication and iqma which is a state of unconsciousness so then the sheikh hafizh he said as for the majunoon the insane person then the pen of taklif is lifted from him until he regains sanity due to the hadith of the Prophet that we have just mentioned where the Prophet mentions the sleeping person until he wakes up the insane person until he regains sanity and a child until he reaches the age of puberty so here the sheikh said that the person who is sleeping he differs he is different from the one who is majunoon insane and the young one the child this is because the naim the person who is sleeping he is still obliged and he is he has been ordered to carry out and perform the prayer however he has been excused due to the sleep that overcame him but the prayer is still obligatory upon him while he is in a state of sleep while he is sleeping and then when he wakes up and he prays as for the majunoon and the sarir the insane person and the young one then they are not held accountable aslan and the pen has been lifted from them as for the insane person if he was to pray then the prayer is not accepted from him and it's not correct as for the child then the sheikhs that we will discuss is further later on inshaAllah if he is a mumayiz if the child is mumayiz meaning he has reached the age of discernment where he can differentiate between this and that then his salah is correct even though it's not obligatory upon him so the prophet in this hadith mentioned these three people and for each one there is a specific ruling and as for us here we are concerned with the person who is majunoon insane and as we said the pen has been lifted from him and he is not demanded or requested or ordered to perform the salah and if he prays then his salah is batil this is because he has no akal and if he has no akal he cannot make the intention and he cannot comprehend the act that he is performing and if he has no الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولوا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا طبعا يا إخوة هذا وهذا يعني فائدة على الهامش كما يقال هذا دليل لأهل السنة والجماعة على أن مرتكب الكبيرة ليس كافرا ليس كافرا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا فنهى الله عز وجل عن قربان الصلاة في حال وهي وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون فدل ذلك على أن السكران منهي عن الصلاة حال سكره وأنه لو صلى ما صحت منه ما صحت منه لكن السكران يأثم لتركه لتركه الصلاة حال السكر ويجب عليه أن يصلي إذا زال السكر يا إخوة المجنون لا يأثم ولا يجب عليه شيء لو عاد عقله لا يجب عليه قضاء ما مضى أما السكران فهو يأثم لتركه الصلاة بسبب السكر لأنه بفعل منه ويجب عليه أن يقضي الصلاة إذا أفاق إذا أفاق من سكره والعلا ظاهرة هي في قول الله عز وجل حتى تعلموا ما تقولون يعني أن السكران لا يعلم حال سكره والعياذ بالله نعم ثم 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 أفاق 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 الجنون ثم السكر which is intoxicants or a state of intoxication so if a person was to drink alcohol and then he becomes intoxicated then his صلاة from him will not be correct and will not be accepted from him due to the saying of الله سبحانه وتعالى O you who believe do not approach the صلاة or come close to the صلاة while you are in a state of drunkenness until you know what you are saying the shaykh said he wanted to mention a side benefit here and that is that in this ayah is a daleel of ahl sunnah wal jama' that the person who commits a major sin is not a disbeliever because Allah is still addressing him as a believer at the beginning of the ayah so Allah says here do not approach do not come close so he is prohibited from praying he is prohibited from praying in this state until he regains his senses and he knows and comprehends what he is saying so the person who is drunk or intoxicated then this person he is prohibited from praying whilst in this state and if he does pray then the prayer will not be accepted from him however this person he will he sins he sins for leaving the salah whilst he is in this state and it is obligatory upon him as soon as this state wears off from him that he prays as for the insane person he is not sinful and if he regains sanity then it is not obligatory upon him to make up that which he has missed in the state of sanity however the person who is in state of intoxication then he sins because the action because this is a result of his own action he is the one that was the cause of him missing the salah in this state until he you know regains his consciousness or this wears off and he knows what he is saying there is obligatory upon him to make up the salah or to perform the salah and the shaykh said the reason behind this is very clear as Allah says until you know and you can comprehend what you are saying and the person who is in this state obviously he does not know what he is saying in this state of the The thing is aghm of the is it is not from the human being is the that is � لكنه مغمى عليه والإغمى يغطي العقل يغطي العقل ولذلك الإغمى ينافي الصلاة فلو أن الإنسان بدأ يصلي الله أكبر وصلى الركعة الأولى ثم أغمي عليه بطلت صلاته بطلت صلاته طيب المغمى عليه هل يجب عليه قضاء الصلوات هو عقله غائب نحن نلحظه يا إخوة عندنا مجنون المجنون إذا أفاق هل يجب عليه قضاء الصلاة عندنا سكران السكران إذا أفاق هل يجب عليه قضاء الصلاة نعم النائم فيه شبه منهما أيضا إذا أفاق هل يجب عليه أن يقضي الصلاة نعم طيب أين نضع المغمى عليه هل هو مثل النائم والسكران أو مثل المجنون هذه المسألة أفاق هل يجب عليه قضاء الصلاة and that is إغماء unconsciousness and the Shaykh said الإغماء unconsciousness it takes away the aql however this is not due to his own action or something which he himself has earned for example a person is hit across the head he drops on the floor and he becomes unconscious for a day two days month two months a year two years etc he is alive but he is in this state so the Shaykh said that إغماء this unconsciousness it covers the aql it covers the intellect and this is why this negates this state negates prayer so for example if someone was to start praying and then during the prayer he drops and he becomes unconscious then his prayer becomes null and void so this prayer so this person who is unconscious is it obligatory upon him to make up the prayers once he regains consciousness his aql is not there but is it obligatory upon him to make up the prayers so the Shaykh said as we mentioned before there is the majnun the insane person if he regains sanity then it is obligatory upon him no sorry then it is not obligatory upon him to make up the prayers he missed in the state of sanity oh sorry Wali was insane sorry so the person so the person who is insane it is not obligatory for him to make up the prayers once he regains sanity as for the person who is intoxicated then it is obligatory upon him once he again regains his conscious conscious when he becomes conscious again he becomes aware there is obligatory upon him to make up the prayers as for the person who is sleeping likewise when he wakes up he has to make up for the prayers that he has missed but as for the person who is unconscious is he does he take the ruling of the person who sleeps through the prayer or who is intoxicated and the one who is intoxicated or does he take the ruling of the person who is insane هذه المسألة قد اختلف فيها العلماء قديما وحديثا على أقوال متعددة وسبب خلافهم ما أشرنا إليه هو تردد المغمى عليه بين النائم والمجنون فمن شبهه بالنائم قال يجب عليه القضاء ومن شبهه بالمجنون قال لا يجب عليه القضاء والراجح أنه لا يجب عليه القضاء مطلقا ولو أغمي عليه في وقت صلاة واحدة فأنه لا يجب عليه قضاء تلك الصلاة إن استغرق الوقت كله هذا أرجح الأقوال في المسألة لماذا؟ لأن إذا نظرنا هل هو كالنائم نجد أن الجواب لا لأن النائم لو أيقظته لا استيقظ النائم توقض وتقول قم صلي فيقوم ويصلي أما هذا لو اجتمع الخلق كله بأطبائهم بأمرائهم بجنودهم وقالوا لكم صلي ما يقوم إذن لا شك أن هناك فرقا كبيرا بين النائم والمغمى عليه وأما السكران فلا شك أيضا أنه لا يشبهه لأن السكران مجرم وهذا مبتلى السكران هو الذي أذهب عقله بشربه المسكر أما هذا فمبتلى لا يد له في ذلك فلم يبقى إلا أنه يشبه المجنون والمجنون لا يجب عليه قضاء الصلوات وهذه مسألة مهمة جدا الآن كثير من المسلمين يدخلون في إغمى وبعض أوليائهم لا يعرف ما يصنعون إذا أفاقوا والجواب يا إخوة أن المغمى عليه حال الإغمى ما يرتفع عنه التكليف حتى الصوب حتى الصوب فلو فرضنا وهذه فائدة يعني لو فرضنا أنه أغمي عليه في شهر رمضان كله ثم مات في شوال هل يجب على أوليائها أن يصوموا عنها الجواب لا ما كان الصوم واجبا عليه أصلا ما كان الصوم واجبا عليه أصلا لا أصلا have differed الشيخي سيئي يسمي بالسامة العظيم ثم يكون اسبب الإجراء على المنظمة على الرجال الجائعة في المنظمة نظام بالسامة ثم الانجانين يسمي شأن غير офياد السامة ثم يقول من السيارة المنظمة بلاد الأسامة one to make up the prayers however the Sheikh said that what is most correct according to the Shaykh is that he doesn't have to make up the prayer the person was unconscious and then he becomes conscious he doesn't have to تنظر إلى أن يكون على المقلب أيضا ل أنه لا تنظر إلى على الإجراء إلا أنه لا تنظر إلى أن هذا الى أنقلب الأمة الأمة إذا كانت ساعة الأمة أمة الأمة 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 بالإجراء that prayer and this is the most correct opinion is he the person who is unconscious is he like the one who is sleeping the sheikh says no he is not like the one who is sleeping because the one who is sleeping if you wake him up and you tell him to pray he will wake up and he will pray however as for this one if the entire creation comes together from the doctors the army the leaders and they try to wake him up and say pray you cannot he is not going to wake up he is not going to get up and pray so there is a big difference between the two so likewise the person who is unconscious he doesn't resemble the one who is in a state of intoxication he doesn't resemble him either why because this person is a mujrim he is a criminal he is the one due to his action he lost his aql as for this one then he is being put to trial then he is being tested so after this the sheikh said therefore there is no other avenue there is no other answer except that this person he resembles the majunoon the insane person so there is nothing upon him once he regains consciousness and the sheikh said Hafizullah that this affair is very important because many from the Muslims they have family members who go into this state of unconsciousness and they don't know what to do once they you know regain consciousness they don't know what to do with them and the sheikh said the person who is in this state the pen has been lifted from him the pen has been completely lifted from him while he is in this state even fasting so if a person was to be in this state during the whole month of Ramadan and then he died in Shawwal which is a month after Ramadan he died in Shawwal his guardians are not obliged to make up the fast on his behalf because the fasting was not obligatory upon him in the first place سلام سلام لعلنا نقف هنا من أجل محاضرة الشيخ عبد الرحمن وفقه الله ثم إن شاء الله سنعود إلى درس عظيم ما أحوجنا إليه ألا وهو التعليق على بعض أحاديث الفتن من صحيح مسلم وهذا أمر عظيم الأمة بحاجة إلى فقه ونحن السلفيين خاصة بحاجة إلى أن نتدارسه ونتدبر فيه فإن شاء الله عز وجل سنقف وقفات بما يناسب المقام والوقت مع هذه الأحاديث في الدرس بعد المحاضرة والإخوة إن شاء الله يبينون لكم وقت الدرس المترجم للقناة المترجم للقناة من صحيح مسلم ونحن سنقف وقت الدرس سنقف وقت الدرس السلام عليكم